السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام واهلا وسهلا بكم اتمنى تكونوا بخير اخواني معلومة على السريع حابين نزودكم فيها بخصوص الاعشاب اللي بتطلع في الارض كيف نتعامل معها يعني يا اخوان لو انت عندك ارض زراعية او حديقة وفي الصيف انت بتكون يعني شغال ما بين الاشجار ما بين الشجرة والشجرة بتكون انت بتنظف الاعشاب اول باول زي ما انتوا شايفين المنطقة هادي كلها بتكونوا منظفة مع بداية دخول للشتاء اول شتوية والتانية راح تلاحظ بداية ظهور للاعشاب بدنا نعرفكم كيف تشيل الاعشاب وبدنا ننصحكم ونأكد انه مهم جدا انك تشيل الاعشاب هادي لانها راح تنافس مزروعاتك على الماء وعلى الغذاء يعلى حتى التسميد يعني كل الاحوال ما تضل لانه هادي الاعشاب لما بتكبر بيطلع بذور والبذور بتنزل على الارض طول الصيف في الشتاء القادم البذور هادي بتعاود تنبت فانت بدك اول بول تقضي عليها وتنهيها حتى لو كنت انت زارع خضروات نفس الشيء العشاب هادي راح تنافس على غذاء الخضروات وهتسيطر سبحان الله يعني في البداية الشتاء بتلاقي الاعشاب مع البذور بتبقى في التربة منثورة بتلاقي اللي على طول بتطلع الاعشاب وبتسيطر واحنا لو تركناها تقريبا شهر راح تلاقي الاعشاب يمكن بتصل حوالي خمسين سانتي فاتصور انت يعني كل الارض هادي تكون بين الاشجار خمسين سانتي اعشاب خلينا اوريكم كمان بس منظر الاعشاب كيف شايفين ما انتو شايفين هتلاقي شتلة او شجرة هتلاقي اعشاب تحت الساق طبعا هتكون مسمد زي ا Relax زي هيك زي ما انتم شايفين هذي الاعشاب هت عمل لك مشاكل شوفوا لما بكون المكان بقول فاضي بيكون افضل فاحنا بدنا نوريكم ومن نصحكم شوفوا كيف هذي الآن انتو شايفينو المنظر اللي انتو شايفينو لسه هي صغيرة ويعني مش طالعة لكن لما بتكون حوالي خمسين سانتي بكون يعني شكلها متعب متعب لأي مزارع وبتنافس على الخضروات اللي عندك كيف احنا كيف احنا بدنا نشيلها ممكن احنا نجيب اي اداة طبعا اول باول لما انت بتلاقي ظهر لعشاب تلاقي من الجدر نفسه طلعت اول باول كل ما انت بتتيجي على مكان الزراع اللي انت بتزرع فيه اول باول راح تشيل الاعشاب هذي وتقضي عليها هذي بالطريقة اليدوية في طريقة لما الاعشاب توصل معدل الارتفاع 10 سانتي او 20 سانتي احنا بنستخدم اداة رش المبيدات في مبيد طبعا احنا مش مختلفين على قاعدة انه اسماء المبيدات من بلد لبلد تختلف فانت راح تختار مبيد اللي هو بيكون يعني هو انت مبيد هذا بيستخدم القضاء على الحشائش توجه لمكان بيع المبيدات واطلب الدواء او مبيد للقضاء على الحشائش وبالطرش انا معي في مبيد انا بستخدمه اسمه بعرفش يعني من بلد لبلد الاسماء بتختلف زي ما حكينا هذا هو المبيد اللي انا بستخدمه باجي على اداة الرش طبعا اداة الرش في بتكون صغيرة في بتكون زي هذي يدوية بدراع في بتكون ببطارية بكبسة زر في بتكون كبيرة نص برميل للاشجار للاراضي الكبيرة والواسعة فاحنا بننصح انه انت ترش بالدواء لما يكون واصل عشرة سانتي اسبوع الاول بترش لسبوع الثاني مرة تاني لسبوع الثاني مرة تالتة مش هتلاقي ولا اشي لانه المبيد هذا بيعمل انك انت بترش على الاوراق فهو بضرب الجذر من تحت بضرب الجذر فخلاص بيقضي عليها ما بتتركها انه البذور تطلع وتنزل البذور وتعود الموسم التاني تطلع وتتغلب فهيك بتلاقي الاشي بيكون احسن لو احنا حنستخدم اداة زي هذي بدنا نعبيها مية عشرين لتر نعبيها لهان تقريبا ماء وبتيجي معدل غطايتين من الدول اللي احنا بنحطه وبنضيف هذا يعني المبيد اللي احنا بنستخدمه عنا فالطريقة السهلة ولستدقوني لكن مريحة جدا سواء كان يدوي زي ما حكيت لكم او رش فانك ترش انت سبوع اول سبوع تاني تلات مرات على تلات اسابيع مش هتلاحظ والاخوان اللي جربوا وشافوا وتركوا ارضيهم ولقوا لما بدخل الارض او المكان الزراع او بيلاقي ان الاعشاب مسيطرة على الارض ستقوني حتى ما بيعرف يشتغل بيداقي كتير وبتكون مشكلة كبيرة فننصحكم دايما حتى جمال الارض لما انت بتكون عامل شتلاتك او اشجارك وبينهم في فراغ وفاضي يعني فراغ ومرتب بتحس انه انت عارف تتحرك وعارف تشتغل حتى لو انت مديت خطوط بربيش بتعارف تمدهم الخراطين ماء لانك تروي الارض تمدهم بكل اريحية وبتنتبه عليهم صح هذي النصيحة اللي حبينا نقدم لكم اياها بشكل سريع ومختصر حتى انكم تستفيدوا واحنا متعودين دايما معكم كل معلومة نفيدكم فيها حتى تكونوا تستفيدوا واتمنى منكم الاشتراك معنا في القناة حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته